اكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد احمد المسماري ان تنظيم الاخوان الارهابي ومن خلف قطر يعمل على انشاء دولة متطرفة جنوبية ليبيا عبر دعم المتطرفين بالمال والسلاح وكذلك استقدام مقاتلين من الخارج الجيش الوطني الليبي يؤكد تورط تنظيم الاخوان الارهابي ومن خلفه القطر في دعم الجماعات الارهابية بليبيا والتخطيط لانشاء دولة متطرفة جنوب البلاد عبر دعم المتطرفين بالمال والسلاح هناك مخطط رهيب جدا لانشاء دولة اسلامية في منطقة جنوب ليبيا جنوب الغربي بالتحديد وكذلك جنوب ززائر وكذلك نيجر ومالي وشمال تشات هناك مخطط اخر رهيب في هذا المنطقة لانشاء دولة اسلامية متطرفة بنقلولها المجرمين اللي كانوا في سوريا واللي كانوا في العراق واللي كانوا في دول اخرى واللي كانوا في قطر المسمري كشف عن هوية التنظيمات الارهابية المتحالفة فيما بينها والتي يقاتلها الجيش في الجنوب الليبي ومنها ميليشيات الدروع وانصار الشريعة التي يشرف عليها القيدي في تنظيم الاخوان الارهابي المقيم في قطر عالي الصلابي الجيش الوطني كشف عن تحالف الصلابي مع إبراهيم الجدران والذي مثل تنظيم القاعدة الإرهابي ومجموعات إرهابية إفريقية وشن عدة هجمات على مناطق الهلال النفطي المسماري أوضح أن الحكومة القطرية قدمت الدعم كذلك للمعارض تشادي تيماي أرديمي الموجود على أراضيها والذي تقاتل ميليشياته الجيش الوطني في الجنوب الليبي كما تترق المسماري إلى ما يسمى اتلاف جماعة أنصار الله الإرهابية الذي يسعى إلى إقامة دولة إرهابية في الصحراء الكبرى التحالف الإرهابي الذي يحاول درب ليبيا بدعم خارجي يدم حركة تسمى أنصار الدين في مالي إضافة إلى تنظيم إرهابي آخر يسمى كتائب مسينة والتي أصبحت أحد أذرع تنظيم القاعدة خريطة معاقدة لتنظيمة إرهابية على الأراضي الليبية تنظيمة ما كانت لتتواجد لو لحصولها على دعم خارجي من أطراف حددها الجيش الوطني وتطمع في نهب ثروات البلاد معنا من بغازي الأكاديمي والسياسية الليبية الدكتور أحمد العبود أهلا بك دكتور أحمد معنا على سكاي نيوز عربية دكتور أحمد باعتقادك ما الذي تريده تركيا وقطر بدعم هذه المنظمات الإرهابية خصوصا في الجنوب الليبي وباعتقادك مسار الأحداث عسكريا أين يذهب في هذا التوقيت دكتور أحمد تسمعوني قلت له لا لا أسمع عليك بشكل جيد أخي كريم هل استطعت أن تعيد التساؤل نعم دكتور أحمد كنت قد سألتك ما الذي تريده قطر؟ وتركيا من الجنوب الليبي في هذا التوقيت والمسار العسكري لدرء خطر هذه المنظمات إلى أين يذهب؟ دكتور أحمد ما فيش ما نسمع أشياء يبدو هناك مشكلة تقنية نعم أصبع بشكل جيد الآن طيب دكتور أحمد جيد أصبح يسمعوني الآن دكتور أحمد سألتك عن الجنوب الليبي ما الذي تريده قطر وتركيا من الجنوب الليبي والمسار العسكري إلى أين يتجه بطبعا هذه العملية الكبرى التي يقودها الجيش الوطني الليبي؟ نعم يعني أولا تعلم جيدا بأن الجيش الوطني الليبي بقيادة المنشيين خليفة حفتر قام بعملية عسكرية استهدفت الجنوب لفرض الأمن والاستقرار بدعوات مستمرة ومتكررة ونذات متكررة من أهل الجنوب خاصة في ظل سيطرة الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة وفصائل المعارضة صراحة شادية الموجودة في الجنوب الغربي وفي منطقة سبهة في منطقة مرزق وأم الأرانب وتراغن بالإضافة أن هناك تحالف بدأ يتشكل برعاية الدوحة وهو تحالف في ضم ما بين فصائل المعارضة شادية تيمي أردمي على وجه التحديد وحركة أزواد وهي ما يسمى أنصار الدين والرعاية القطرية صراحة لهذا التحالف الذي من ضمن أطرافه جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة وهي الفرع الليبي لتنظيم القاعدة هذا التحالف صراحة الذي استهدفته عمليات القوات المسلحة القوات المسلحة لم تناصر مكون اجتماعي ضد الآخر وإنما استهدفت مصادر التهديد صراحة الوافدة المساء الأمس استطاعت القوات المسلحة السيطرة والفرض ظل الأمن والاستقرار في منطقة شاسعة في ظل حصار حظر على تسليح الجيشليبي ورغم ذلك استطاعت أن تبسط سيطرتها على مناطق شاسعة امتدت حتى أوباري واستطاعت أن تسيطر على حقل الشرارة وبدأ واضحا بأن عمليات القوات المسلحة الناجحة ضجت مضاجع هذا التحالف الذي يتكون والذي أتهم أيضا المجلس الرئاسي بأنه مسؤول لكون أنه كلف السيد علي كنة آمرا لمنطقة الجنوب ويتعلم جيدا بأن السيد علي كنة صدفته الدوحة أكثر من مرة وقامت بتمويله اليوم نشهد هذا التحالف الغريب صراحة ما بين فصائل المعارضة الشادية هذه الفصائل استهدفتها المقاتلات الفرنسية عندما انسحبت من مناطق سيطرة القوات المسلحة على الحدود الليبية الشادية اليوم أيضا نشهد تحالف جديد أيضا للمعارضات وأيضا للفصائل الإرهابية الموجودة في مالي والتي يحاول من خلالها المدعو علي كنة أن يحشدها لمواجهة الجيش ديبي في وباري طيب دكتور أحمد بالنسبة لمجتمع الدولي هو يشاهد هذا الصراع ولا يحرك أبدا ساكنا ولا يوجد رغبة حقيقية في حله ماذا على المجتمع الدولي فعله في هذا التوقيت يعني انت تعلم جيدا بأن المجتمع الدولي أصبح يدير الصراع والأزمة في ليبيا تعلم جيدا بأن هناك قرارات دولية تفرض حظرا على تسليح الجيش الليبي المجتمع الدولي أصبح جزء من الأزمة في ليبيا لا يساهم صراحة في إيجاد تسويات حقيقية للأزمة الممتدة من 2011 كان على المجتمع الدولي أن يدى في اتجاه دعم القوات المسلحة التي تحارب الإرهاب وتحارب التنظيمات الإرهابية وتو أيضا هذه العملية التي في الجنوب تستهدف الحد من الهجرة غير شرعية ومواجهة عصابات الجريمة المنظمة كان المجتمع الدولي صراحة أن يقدم الدعم لهذا الجيش وللمشير خليفة حفتر على الأقل برفع الحظر على التسليح وبالتالي نستطيع حسب هذا الصراع الممتد منذ 2011 ولكن المجتمع الدولي المسئول مسئولية أخلاقية وقانونية عما يحدث في ليبيا وهو يرى بعين أمي بعينيه مرور وتسلل الجماعات الإرهابية وعناصر التنظيمات الإرهابية الفارة من الصراع في سوريا والفارة من الهزيمة في الشمال تعلم جيدا بأن الجيش الليبي استطاع أن يحصل معركة درنة ومعركة بنغازي واستطاع أن يكبد هذه التنظيمات خسائر فادحة الجيش الليبي يحارب نيابة عن الجميع وعلى المجتمع الدولي صراحة كان جادا في إيجاد نهاية لهذا الصراع الممتد وأن يضع حلا وحدا لتمدد التنظيمات الإرهابية أن يرفع الحظر على أقل تقدير أو أن يقدم الدعم لهذا الجيش الذي يحارب نيابة عن الجميع نيابة عن دول جوار ليبيا ونيابة عن كل الذين يرفعون شعارات الحرب على الإرهاب أشكرك كان معي من بغازي الأكاديمي والسياسي الليبي الدكتور أحمد العبود شكرا جزيلا لك